اخبار اليوم اعتبارا من اغسطس 2014 تم تشكيل لجنة جديدة لنقل الاثار في الملحف المصري الكبير وخاصة التركيز على الاثار التي ستعرف اعتبار فيه الملحف المصري الكبير ان شاء الله هيحتوي على مئة الف اصف منهم خمسين الف في العرض اهمهم طبعا والمركب الثانية للملك خوف لانفشاك المتاحة الهترمية اللي بدأت في التمينات ثم الملحف المصري الكبير اللي احنا اشتغلين فيه اللي هيضمن فيه مجموعة متميزة من اهمها مجموعة الملك تتعين خامون لانه هيتكلم على سيناريو عرض خاص بالملكية والابدية في مصر الهديمة وبالتاني القطع التي ستحكي هذه القصة هي التي ستعرض في المتحف المتحف الثاني برضو متحف الحضارة اللي بيتكلم على تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور وهيكون موعات النيل الكتابة والطب والتحنيط عشان كده هتكون هناك اهم القطع المهيوات الملكية اما المتحف المصري سيعود في لقيماته الهودة ويكون متحف لتاريخ فن النحت او فن النحت ومصر وبالتاني هياخد مكانته الطبيعية ويبدأ يستعيد سيناريو العرض المتحفي لما يتيح لقطع الفن وروائع فن النحت خاصة تمثال خفض عالقة تمثال خوف عالقة تمثال 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 من كورا تمثال زوسر حظمس حتيتسود تمثالين من الضحمين المخاطب الثالث الاثنتون اذا هيكون له تمييزه بكده بلكسة بثلاث متاحة طب ارض المتحف ايه اللي هيضاف انيها؟ هيكون امتداد للمتحف طبيعي وهتحوي قاعات للترميم المتميزة قاعتين عرض متغير قاعة الاولى لالافهار المصرية لمولوعات بعينها يورد فيها مولوعات متميزة لأول مرة او قطع صارت لأول مرة وبالتالي هيكون معرض متغير كل ستة اشهر يضمن على الاقل اربعين كلمية من زوار المتحف الطبيعيين لما يتعمل الادعي جديد ولأول مرة هيكون ان شاء الله معرض خاص للفن الحديث يكون معرض متغير يسمح ايضا الاسماء الفنية الكبيرة ان هي ممكن تعرض في هذا المكان اول امس في فلورنسا زرت مدحف فلورنسا اللي فيه مجموعة متميزة للفنون عصر النهقة وأنا قبلها وشوفت المجموعة حالا متغيرت اتحدثت مع مديرة المدحف ان نأمل ان مع تحت الاسماء الجديد يكون اول معرض في قاعة العرض متغير للفن الحديث مجموعة متميزة في فلورنسا وساعدت واردت الاختمام وده ان شاء الله يكون موضوعنا في الفترة القادمة كيفية ان تتعمل هيكون ايضا في فلورنسا توتانيك جاردن حديثة للفاتية الفرغانية متميزة سيكون ايضا هناك رحلة نيلية ستقوم تربط بين اربع مناطق اسرية في المرحلة الاولى وهي المتحف المصري، المتحف أسر المانيال، سوادي مجرى العيون، ثم مكياس النيف الروضة و أسر المنستير سيضم إليهم فيما بعد متحف المركبات في بولاء و أسر محمد علي داشا في شبرة ولكن ديها تكونوا المرحلة التالية وبالتالي مع الاستعادة الطيبة لهذا المتحف المصري لجولد، يجب أيضا أن يكون له رسالة مع الجمهور فبمناسبة أعياد الكريسبيس القادمة إن شاء الله ومن 1 ديسمبر وحتى 7 يناير سيكون هناك سماح بالمصر المجاني داخل هذا المتحف بدون فلاش عدا قاعتي الموميا والقناعة وإن شاء الله بعد كده بناء على طلب السادة المشاركين معنا وهم طبعا أعطاوا قرفين من المسلم السياحيين ليهم دور وليهم ربيع ومع رؤيتهم بنرى أيضا أن يكونوا هناك إن شاء الله تذكرة للدخول بعد هذه المدة لتكون مجتمين شكرا شكرا شكرا